الحكومة أخذت قرار بزيادة الرواتب والأجور عملياً أنت كنت تصرف شهرياً حوالي 850 مليار رواتب وأجور بالمضاعفة الرواتب أنت عندك حالياً تقريباً حوالي 2500 مليار 2500 مليار هل زيادة عملت من تاريخ تشرين الأول؟ أنت بآخر السنة مطلوب منك تصرف حوالي 7500 مليار ليرة الحساب الجاري لوزارة المال بمصر في لبنان 8000 مليار ليرة أنت عم تحكي عن 40% من مصاريف الدولة مش عم تحكي عن كل مصاريف الدولة بس رواتب 40% أنت بتوصل لآخر السنة خلصت الحساب الجاري شو بدك تعمل مقابلة؟ هون السؤال الدولار الجمركي تعاطمه بيدلك كمان على أنه ما حدا بيملك رؤية استراتيجية مالية فيه ارتجال تعبر عنه بأنه نحط إليه تاريخ رجع نشال التاريخ نحط إليه سقف مالي رجع نزل سقف المالي عملياً تجار شو عملوا؟ خزنوا وجيبوا الابضاعة على الالف وخمسة بكرة وقت اللي بيصير على الـ 15 بيجوا بينزلوا الزود اللي أعطيتها للناس من هون رح تشيلها من جايبتهم من ميلة تانية وأكتر من ميلة شو ميكون عاملنا؟ زد على ذلك أنه أنت عم تعمل هاي الخطوة من دون ما يكون فيه رقابة وبيضل حالة جشع عند التجار بدون يستغلوا حتى هذا الوضع المقزون بالبلد الوانك الدولي بالـ 2019 قدر الهروب من الرسوم الجمهورية بين 800 والمليار دولار كنت على ألف وخمسة هلأ شو متوقعين الناس؟ يعني أنت أدخن اليوم كونتينر بالمرفق بتروح بتجيبه بـ 5000 دولار بتطلعوا ما حدا شاف ولا حدا دريه هل دولة أخذ إجراءات فيما يتعلق بموضوع المعابر كلية الحدودية وكيف بدأت تجبيه رسوم تتقدر تفوت؟ أو هل أخذ قرارات بكرة بموضوع الرقابة على الاستهلاك وعلى السوبر ماركات وكيف عم بيسعر وشو؟ أين تجايبين؟ أنه بدني دقيق معهم بالفواتير ولا القصة عشوائية؟ ارتجال بارتجال؟ أكيد عشوائية حسب ما تعودنا؟ ارتجال بارتجال لذلك أنا عم أقول فيه معضلة هاي المعضلة المعناتها أنه رياض سليمي بده يطبع بده يطبع يعني فيه تضخم بده يرتفع سعر الصرف وهذا الواقع الاقتصادي طلوع ونزوله اللعب بهذه الهوامش رح يضل مستمر عمليا لا حزيران تموز 2013 ليش لا حزيران؟ لأنه بدك طالما رياض سليمي هو حاكم مصر في لبنان المركزي عمليا لا رح تروع على صندوق الناد ولا في حلول جذرية نهائيا رح يضل وضعك الاقتصادي لعب بالتعميم ولعب بالسياغات الاقتصادية الملتوية إلى أن يقضي الله أمرا مفعولا بيجي زليمي بيقول بآخر تموز باقي هلأد 4-5-6 مليار بآخر ولايته يعني بآخر ولايته تفضلوا وبدي أنا الخروج الآمن والسلام عليكم هيدا إذا كان ما بنعرف إذا رح نضل بفراغ رئاسي لحزيران تموز لا هو حتى بفراغ رئاسي احتمالات أنه يضل لآخر ولايته احتمال كبير وبالتالي رح يمنع هو عمليا أي محاول لإبرام اتفاق مع سندوق الناد دليل الثالث أنا عم بدي أقوله على موضوع الارتجال المالي حدا بينزل على وزارة المالية بدي يدفع رسم فوق الـ 15 مليون بيجي بيقوله الموظف المالية بيقوله لا حبيبي ما في يقبط منك أنا كاش 15 مليون بيقوله ليه بيقوله فيه قرار بالوزارة أنه فوق الـ 15 مليون بتروح لعند زميل اللي قاعد هونيك موظف بشركة اسمها ويش ماني بتروح لعنده بتقوله هيدا الشركة بتاخد منك المصريات الكاش وهو عم بياخد منك الموظف اللي موصول بالسسام الإلكتروني للوزارة بياخد منك المصريات وبيقولك أنا مع بياخد منك شي نهائيا رسوم أنت عم تدفع كل المتوجب وما في عليك رسوم نهائية للدولة هذا الـ ويش ماني بياخد هؤل المصريات الكاش بيرجع بيعطيهم بحطهم بحساب المالية شو تشيكات أنا بديسأل سؤال يعني شو اللي بيخلي موظفين قاعدين حد بعضهم واحد بيقدر يقبط 15 مليون واحد ما بيقبط 15 مليون وأنت بتعرف اليوم إذا أنت معك 100 مليون تنزل تحملهم كاش بتجيب عليهم هلأ تشيك بـ 125 حسب السعر طيب بيقدر بدي إلك 100 عملية من هالنوع بالنهار حسبها قديش بتطلع المبالغ حسبها قدي بتطلع بالشهر حسبها قدي بتطلع بالسنة مشي على واحد محاطة رأسمال ولا مستأجر بمكاتب لقاله قاعد بوزارة المالية هالشركة على مين محسوبة ما بعرف أنا عجب ما بعرف هذا ممكن يطرح علامة استفهام إن وزارة المالية لمين تابع ما بعرف من هي الشركة ولمين محسوبة بس أنا بعرف أنه هيدا هلأ بنسأل ضايفنا للوزير علي حسن لا اسأل زميلنا إذا عم بيوحي لي أنه بيعرف خلاننا نرح على الرئاسيات دعا نروح على الرئاسيات اليوم لفتني تقرير مرأة على المحطة محطة الأوتي في يتحدث عن التقاء الكتلتين المسيحيتين الأكبر يبقى كافيا لأي حسم رئاسي يعني فيه غزل من الطيار باتجاه القوات وبعدد هالتقرير المحطات يلي مرأوا فيها بدءا من سنة 1988 يعني وقت كان العماد عون رئيس حكومة عسكرية وكان دكتور جعج عقائد القوات اللبنانية وكان أمين جميل بالشام كانت أول لقاء وصولا لتفاهم معرب هل تقرأ إمكانية أن تدور الدورة ويرجعوا التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية يتفقوا على مرشح رئاسي من بعد إذا بدك الداعستين الناقصتين اللي أصيب فيهم جبران بيسيل بعين التيني وببريس أنا كنت متوقع وقلنا يمكن ديك من كم يوم أنه رح يكون فيه خطوة منه باتجاه سامير جعجع بتكون علنية بتكون بعيدة عن الإعلام بتكون مباشرة بمبادرة رئاسية أو بتكون مجرد حوار لجس النبض بدنا ننطر ونشوف بيبعى السؤال أنه وين بتوصل خطوة من هالنوع أنا بتأديري ما بيكون عندها أفق لأنه مطرح مراحط اثنين يعني إن كان سامير جعجع أو جبران بيسيل وصلوا إلى أطعوا الروبيكون صار فيه صعوبة أنه يقدروا يرجعوا يعملوا اتفاق خاصة وأنه يعني الاتفاق على مين الاتفاق على الأسماء اللي أصلاً مطروحة لو أنه حدا مننا فيه إمكانية الاتفاق عليك كانوا اتفقوا عليه أفريقاء آخرين فالأسماء مفروزة بين اثنين بشكل كتير قاسي بتخليك تقول أنه من الصعب جداً لبل نكاد نقول من المستحيل أنه توصل لمطرح إلا إلا إذا كان بسيل يريد من هذه المناورة مرة جديدة زيادة الضغط على حلفائه وإيصال الرسائل إلى حارة حرايك عبر معرأة ترجمة نانسي قنقر